يا أهلا بكم ومرحبا سعيد جدا بلقائكم في التواصل معكم مرة جديدة مع عالم الدكاء الاصطناعي في هذه الحلقة أحب أن أتقاسم معكم طريقة الاستفادة من موقع هايو الصيني لتوليد الفيديو بالدكاء الاصطناعي طبعا هذا هو الموقع الجميع يعرفه لكنه يعطيك خطة مجانية لكن محدودة عند تسجيلك يعطيك ألف ومئة عملة وبتوليدك لفيديوهات تبدأ هذا الرصيد في التناقص إلى أن ينتهيه حينها سيطالبك بطرقية الحساب إلى الخطة المدفوعة ماذا لو تقاسمت معك طريقة للعمل على نفس هذا الآلة توليد الفيديوهات الموجودة في هذا الموقع نفس هذا الموقع يمكنك استعماله بشكل مجاني ودائم بل وبشكل أصر حتى من الموقع الأصلي لأن في هذا الموقع عندما تقوم بتوليد الفيديو يطلب منك يتطلب الأمر بعض الوقت طويل نصف ساعة إلى ساعة في بعض الأحيان لكن هذا الموقع الذي سأتقاسمه معك الآن والذي من خلاله يمكنك إنتاج فيديوهات بعدد لا محدود مجانا وفي مدة أقل من المدة التي تقوم بتوليد الفيديو في هذا الموقع الموقع باختصار ستجد ربيط الوصول إليه أسفل الفيديو كالعادة وهو موقع هايليو فري دوت كوم هذا الموقع طبعا يمكنك من خلاله إنتاج الفيديوهات ونفسه موقع هايليو لكنه بنسخة المجانية يمكنك حتى تحويله إلى اللغة العربية هنا في عام معه باللغة العربية بل ووضع البرومت كذلك باللغة العربية سنقوم بتجربة برومت باللغة العربية في هذا الموقع برومت عادي أو برومت احترافي طبعا أنا أفضل برومت احترافي وقد تقاسمت معك في حلقة السابقة أو التي قبلها الموقع المجاني العربي لتوليد البرومتات أو الطربيات بشكل احترافي أنا سأعطيه برومت متواضع جدا بسيط فتاة تسير وسط أحد شوارع مدينة نيويورك سأطلع منه توليد برومت الاحترافي الذي سأقوم بلسقه في الموقع هايليو الصيني لإنتاج فيديو عن هذه الفتاة بالذكاء الاصطناعي لاحظوا البرومت احترافي طبعا يختلف كليين عن البرومت الذي قمت بإنتاجه أنا بشكل شخصي سأضغط نسق إلى الحافظة ثم أعود إلى هذا الموقع وأقوم بلسق هذا البرومت أذكر أنني أقوم بلسق برومت باللغة العربية وليس اللغة الأجنبية يوجد هنا اثنان من الموضل الموضل الأول والموضل الثاني يمكنك تجربة كليهما ترى ما الذي يعطي نتائج أفضل مباشرة سأضغط على جينريك جيد تبدأ عملية تحقق من أنك إنسان وليس روبو تمت العملية بنجاح جيد الآن تبدأ عملية إنتاج هذا الفيديو بهذا البرومت الذي قمت بإرساله إلى الموقع سأنتظر لاحظوا هنا نجد عادة ما يستغرق إنشاء الفيديو حوالي خمس دقائق خلال ساعات الدروة قد تكون أوقات الانتظار أطول بسبب طلب العالي وللأسف أنا أقوم بتسجيل هذه الحلقة في وقت الدروة لذلك قد يتطلب الأمر مدة أطول من خمس دقائق مع ذلك سأنتظر إلى أن ينتهي سأقوم بقطع تصوير الحلقة إلى أن تتم عملية إنتاج الفيديو لنرى النتيجة التي سنحصل عليها ثم أعود إليكم جيد جدا إذن وبعد مرور أكثر من خمسة عشر دقيقة للأسف لأنني في وقت الدروة تم إنتاج هذا الفيديو سنرى ما الذي سيمنحنا إياه هذا الموقع سندغط طبعا الفيديو هو بطول خمس دواني أنا طلبت فيديو عن فتاة تسير في أحد شوارع مدينة نيويورك رائع جدا حتى بل أنها تسير في الشارع وتقوم بالحديث إلى الكاميرا أو إلى حامل الكاميرا فتاة تسير في شارع نيويورك رائع جدا إذن هذا الموقع يمكنك الاعتماد عليه في إنتاج فيديوهات احترافية قوية جدا حتى بطلبية باللغة العربية هذا ما كنا ننتظره منذ زمن طويل كان ذلك أيها الأخوة كل ما أحبت أن تقاسم معكم في هذه الحلقة أرجو أن يكون ذلك مفيدا لك إذا ما واجتو كذلك لا تبخل بالضغط على لايك أو جمسة للفيديو وتقاسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر